وإلى سوق المال والأعمال حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة الأولى في الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدعومة بمشتريات محلية واسطاة داولات مرتفعة وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بياسوق بأكثر من 23.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 913.9 مليار جنيه على سعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة بلغت 3.22 في المئة ليغلق عند مستوى 14.078 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة بلغت 1.78 في المئة ليغلق عند مستوى 2668 نقطة فيما صعد معشر EGX 100 بنسبة بلغت 2.39 في المئة ليغلق عند مستوى 3900 نقطة